اشتركوا في القناة 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 نضيف طحين نضيف طحين نضيف طحين نضيف طحين نضيف طحين نضيف طحين نخلط النواشي ديالنا لكن ما كنتشوفوا معايا عالمار الغلان السوئي ديالنا غلاء دابن بالعون فوق العافية باش نكبو فيهم الطحين ديالنا باش يغسغين نكبو في الطحين ونحركو واحد معي القانتاع العود ونخلطه مزيان ضروري دخلت هاد الخالط مزيان هاد الخالط دخلت مزيان محددو سخون ما تخليوش المادية لكم حتي برد ضروري غيت حطو فوق العافية مباشرة تكبو في الطحين ودخلطه مزيان ودخلطه مزيان ودخلطه مزيان بهذه الطريقة ضروري دخلطه مزيان باش يتنسي نجم لنا الطحين ديالنا مع الماء مع السوائل تخلطه مزيان بهذه الطريقة حي تسخون بزاف ما تقدرش تدير تحكمي باش تتخلطي باليدين ولكن الحل الوحيد هو المعلقة بتاع العود بها بقى تخلطوا بهذه الطريقة كما كان خلطتاك كما كان تشوفوا معايا بها الطريقة تقلبوا العجن ديالكم جطرية حي تسخونة حي تسير ديال هاد الحلوة هذه الزلابية ضروري تخلط محضو سخونة نقوم بتجربة ناجحة مليون في المئة لأول تجربة نقوم بستمرها كيف تخلط كل مرة نقلب العجن ديالنا كل مرة نقلبها ونخلطه نقلبه نخلطه تدخل كلنا زيان كما نرى فكنا ما نقلبه لعجين ديالنا اكا ما هتو مكنا شوف الاخوة ديالى دابا كان نوجد سينيه او تبسي مهم لكاين تفرشو في بلاستيك الغذائي الطريقة باش نعدل فيها الحلوة ديالنا او زلبية بنجيب واحد جيب حلواني كما كاتشوفوا معايا يكون عندو هاد البوق ولكن يكون عندو سنينات ماضين باش جي لكم زلبة ديالكم في هذيك السطورة باش تعطيكم المنظر كاتجي تبارك الله رائعة فالمنظر ديالها باقي السنينات نجيب واحد الكاس كما كاتشوفوا معايا درت فيه جيب الحلواني باش ندير فيه العجينة ديالي محدة سخونة عاد حد قلت لكم السر ديال هذي الحلواء من كاتجي ناجحة ضرور يكون العجين مازال عاد سخون درتها في الجيب الحلواني باش نزير مزيان باش طريقة باش تحكموا فيها وتزيروها محدة باش طريقة تزيروها من هنا باش تحكموا في العجينة ديالكم وان شاء الله ها الطريقة الطريقة سهلة إلا ما مطفرش عندكم هاد جيب الحلواني ممكن تعدلوها غيب البوق بعد غادي نوريكم طريقة باش غادي تعدلوها غيب البوق وخما عندكم شاد جيب الحلواني ماشي مشكل الطريقة سهلة وبسيطة جدا ما كديش بزيب الوقت منكم دقيقة توجد كنتمنوا ان شاء الله تنجح معاكم لأول تجربة حيث سهلة تبعوا الطريقة وها و وان شاء الله غايتمنا شاء الله غايتنجح معاكم دابا الأخوادي نوريكم الطريقة باش غايتعدلوها بالبوق وخام ما متوفرش عندكم جيب الحلواني ما كاين مشكل تقضيوا الغارض باللي كانتوفر عندكم فدات تقضيوا منه الغارض جيب العجين ديالنا وبهد الطريقة دخلوا هنا ونبقى نخرجوا منه الزلابية ديالنا كنتم ما كتشوفوا معايا الأخوات ديالي كتطريقة سهلة جدا كتخرج بحال لي عدلت جيب الحلواني كما كتشوفوا معايا وتمشوا بهد الطريقة حتى تسليوا المقدار اللي عندكم تعال العجين بعد ما تسليوا العجين ديالكم كل شيء تخليها ترتاح ضروري تخليها ترتاح ساعة ولا ساعة ونص على حساب الوقت اللي عندكم وتبدأوا تقليوا فيها إن شاء الله لكن ما كنتشوفوا معايا الأخوات ديالي بعد ما سخنت الزيت مزيان ضروري الزيت تسخنوها مزيان الزيت ديالكم بعد ما تبقوا ديروا فيها العجين ديالكم زلبية تنقصوا ملعافية ديال العافية موين ما تكون ش مجادة ما تكون ش ضعيفة بزاف تكون متوسطة أنا بديت كنقلي فيها هتبقوا تقليوا في الزلبية ديالكم كنتم ضروري العافية تكون متوسطة عندما كنتشوفوا تبارك الله اللون اللون الذهبي ايه تبارك الله تحمرات على حقها وطريقها تبارك الله اللون أخذت اللون الذهبي بعد ما كان قطرها مزيت مباشرة كان نديروها في العسل باش شرب لنا العسل ديالها داروه باش شرب لكم العسل مزيان مباشرة ترميها في العسل انتو ما كان شوفوا بعد ما شربت لنا العسل مزيان مباشرة تديروها في شي شبكة باش تقطر لكم هذيك العسل الزائدة اللي تكون عندها الفوق وها حي تبارك الله رشبعات من العسل باش شربت لنا العسل خليتها حتى شربت مزيان لعسل كتبعا نخليها تقطر إن شاء الله نوريكم الشكل نهائي ديالا كي يجي ان شاء الله ها هو الأخوة ديالي الشيك النهائي ديال الزلة بيا ديالنا ديال البوق أو الزلة بيا الطويلة كل واحد كي كسمية طبق الله كتجي رائعة جدا كتجي ناجحة مليون في المائة كتجي من قرمشة وكتجي معل لك طبق الله كتجي شارب العسل ديالها كتبقى محافظة على قرمشة ديالها أطول مدة ممكنة كانت من الأخوة ديالي وصفة اليوم إن شاء الله تكون ناتل إعجاب ديالكم إن شاء الله وتجربوها إن شاء الله عادي نخليكم الأخوة ديالي إن شاء الله تجري فيديو آخر وصفة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر